لأن الله قال فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة تفك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مطربة أو مسكيناً ذا مطربة ولما ذكر الأخيار قال ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً وفي حديث عبد الله بن سلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فيطعموا الطعام من أعظم القربات يأتي معه بناء بيوت الله لأن الله عز وجل قال إنما يعمر مساجد الله وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ولن ترفع إلا ببناء وورد عند ابن مالس بسند فيه ضعف لكن المتن يتقوى أن تميماً الدالي رضي الله عنه وأرضاه أول من أسرج المسجد النبوي فكان عمر يترحم عليه ويذكره بخير لأنه أول من أسرج المسجد بإنفاء القيام بيوت الله حتى يومها العباد ويومها المؤمنون يومها الصالحون يومها الصالحات فيكتب للرجل أجل ذلك العمل قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتاً ولو كمفحص قطاه القطاه ضرب من أنواع الحمام والحمام والطيور غالبها يضع بيضه إما في وكاً في حجر أو في جدر أو في عش أو في ججر وأما القطاه فإنها لا تضع بيضها إلا على الأرض فتحفر له فلذلك قال صلى الله عليه وسلم كمفحص قطاه ضرب مثلاً في القلة وإذا تعلق به قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتاً من بنى لله بيتاً بنى الله عز وجل له بيتاً في الجنة ثم يأتي بعد ذلك سداد من مبتلي بالقرض إن كان قد اقترض ليسد حاجة أو أصابته جائحة فإن القيام به ويعانته مما يقرب إلى الله عز وجل زلفا لأنه يدخل في قول الله وآتي ذا القرب حقه والمسكين إذا كانت مسكنته ناجمة عن شيء لا يتيقه ورده هذا باب واسع